كابتن عميلي من برح المباراة اتقسمت نص زمالك ونص آهلي نص آهلي في الشوت الأول ونص زمالك في الشوت الثاني الآهلي كان ممكن يخلص في شوت الأول بسهولة جدا والذمالك كمان كان ممكن يخلص في الشوت التاني المباراة بشكل عام شفتها بصة كريم انا هاخد من كلام الكابتن عبدالجليل في حتة مهمة اني نادي الزمالك رجع في اللقاء خلينا وقاعين قبل اللقاء كانت كل الناس الزمالكوية كانوا متخوفين جدا من المطش والغيابات اللي كانت موجودة نادي الزمالك كان عنده غيابات كبيرة جدا ومؤثرة نا كان وضح في العاشين ديها الأولى لعبة نادي الزمالك نفسها متوترة من فكرة أنه أنا مش كامل قدام الأهلي تمام فأنت قريدي لعبة نادي الزمالك نزلة بتقول هو إيه يعني وطلعنا بتعادل هيبقى الأمور كواسة جدا على أرض الواقع وبالظروف اللي موجودة لكن نادي الزمالك نادي كبير وعنده لعبة مميزة لكن كان فيه مشكلة كبيرة جدا أولا الغيابات يا جريم اللي كانت موجودة غيابات مؤثرة الإصابات اللي كانت موجودة إصابات مؤثرة في نفس الوقت نادي الزمالك لما دخل في اللقاء وعارف كويس أو أنه هو يأمن في البداية وعندك الناس المميزة في نادي الزمالك زيزو وبن شرقي والناس اللي هي مفروض يعني فيقين النهاردة زيزو راجع من المنتخب واضح أنه هو نفسيا ولعبت الأهلي ولعبت مصر كلها ورجع من المنتخب نفسيا الأمور مش متزبطة وشوفنا عصب يده في اللقاء وتم تبديله لكن اللي أنا عايز أقوله أن النهاردة نادي الأهلي طبيعي أنه هو لما لعب بالمطش دوت ولعب نادي الزمالك عارف كويس أوي قيمة نادي الزمالك ولكن هو نادي الأهلي ملوش دعوة بغيابات الموجودة وعاوز سياس نقاط في اللقاء وكان كان لازم النادي الأهلي يستغل ده أن النهاردة نادي الزمالك بالغيابات دي باللعبة اللي هي مش قول صغيرة خلاص أنت بقيت أهلي وزمالك كما يكون عندك 20 سنة و21 سنة لعب ما يبقاش صغيرة نقول خبراته قليلة وكمان خلي بالك في التشكيل الرجل فريرا كان برضو مش عارف يحط مين في مكان مين وفيه غيابات كبيرة جدا نادي الزمالك لما استقبل الهدف الأول في النادي الأهلي ده وضع طبيعي على الورق واللي موجود في اللقاء في ظل الغيابات دي لما جي النادي الأهلي كان مفروض الطبيعي زيما كابتا عبدالجليل قال كان لازم يدوس في التاني لو النادي الأهلي جاب التاني كان طبيعي أنه هو كان هيجب ممكن تلاتة واربعة الردت أو الكمباك بتاع نادي الزمالك وكابتا عبدالجليل بيقول فيها أننا ما توقعتش لا هو نادي الزمالك برضو نادي كبير في نفس الوقت لما النادي الأهلي بعد الهدف تراجع شوية وطبيعي نبقى فيه ردة فعلا من نادي الزمالك ولده لما حصل لعبة لنادي الأهلي قدت فرصة مع الإجهاد الموجود مع بعد بعض اللعيبة عن مستوها في اللقاء من إجهاد من تركيز من نفسيا حاجات كتيرة جدا كان النادي الأهلي دايما معاودنا أنه هو في أول لقاء كابتا عبدالجليل بيجيبه الهدف لأنه بأول ربع ساعة بلا حتى لو بيطلعب ريال مدريد النادي الأهلي بيدعب بأول ربع ساعة هجومي جاب الهدف اللي هو عاوزه كمفروض يكمل يجيب التالي الهجمة بتاعة قفشة طبعا بحقيقة عواد عليها كهتممكن تغير اللقاء ويبقى النتيجة النادي الأهلي يزود سكور لكن نادي الزمالك لما لعبة نادي الأهلي يدته فرصة ابتدى يرجع تاني للقاء وداس وطلع بالنتيجة يقولك أطلع عشوط القواني 1-0 أزبط أموري بين الشوطين مع تغيرات الشباب اللي نزلت طبعا بحقي نادي الزمالك وبحقي فرير أنه هو كمان قد فرصة اللعبها الصغيرة سواء يوسف أسما نبيه وسيف جعفر والولد البكرية نيمار اللعب كويس جدا فدي حاجة كويسة جدا الولاد فرصة ليهم عايزين لعبه مفيش توطر يعرف اللي هو أنا هلعب وأنا اسم كبير بلعب باسم كبير نادي الزمالك فطبيعي لما دخل في اللقاء على طول التلاتة دخلوا في اللقاء على طول فالنادي الأهلي مع التراجع إدى فرصة نادي الزمالك أنه هو يجيب جول وابتدى نادي الزمالك يبقى شكله مختلف في الشوط التالي